رسميا عبداللطيف رشيد رئيسا لجمهورية الأحزاب في العراق مطيحا بمنافسه من ذات الحزب برهم صالح الذي غادر البرلمان قبل إعلان النتائج ليذهب ضحية تسوية سياسية بين حزبي بارزاني وطالباني كان للإطار التنسيقية الدور الأكبر فيها ولا سيما اتلاف المالكي لتصبح الأمور الآن أكثر وضوحا في إصرار الإطار على تشكيل حكومة جديدة يرأسها من يريده دون الاعتبار لموقف معتزل السياسة مقتدى الصدر الذي غاب عن المشهد بل حتى عن فضائه الإلكتروني اختيار عبداللطيف رشيد جاء بعد جولتين وانسحاب نواب تحدثوا عن لعبة سياسية بين حزبي بارزاني وطالباني قضت بإبعاد كل المرشحين وعلى رأس برهم صالح الذي تحدثت المصادر سابقا عن حضوضه القوية بالفوز فكانت المفاجأة باستبعاده الإطار التنسيقي في نهاية الأمر لا يهمه من يتولى هذا المنصب الشكلي وطالما أن هناك خلافا كرديا على شخصية برهم صالح فإن الإطار يدعم أي شخصية توافقية بينهما لكي يتجاوز عقبة اختيار رئيس الجمهورية وبالتالي يصبح الطريق ممهدا أمام تشكيل الحكومة وبعبارة أوضح منصب رئيس الجمهورية هو تحصيل حاصل في سوق المساومات الحزبية وبنفس الوقت يجب تجاوزه حتى تمرر التسويات الأهم الممثلة بالمناصب الوزارية والدرجات الخاصة حيث توجد هناك مصادر الاستحواذ على ثروات البلاد والتحكم بمؤسساتها أغرب ما رصده المراقبون في الحراك السياسي الحالي هو الصمت المريب والمطبق لمقتدى الصدر وأرجع أسباب ذلك إلى أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون مشاركا في اللعبة السياسية ولكن في الخفاء أو أن كل ما فعله سابقا عبارة عن فقاعة لا تأثير لها على أرض الواقع وبكل الأحوال العملية السياسية تكرر نفسها وستظل كذلك حتى لحظة سقوطها